هنروح لبكرة مباراة القمة في كرة السلة رجال الأهل والزمالك في ميتة ققبة صالة عبد الرحمن فوزي بميتة ققبة المباراة دي في الجولة الحداشر في الدور الترتيبي من دور السوبر كانت فرقتنا كسبت من الدور التاني بقى يعني الدور الأول كنا خلصنا خسارة مطشين الدور التاني بدأنا بسبورتين كسبنا بعد كده مصر التعمين فوزنا بعد كده المصر الاتصالات فوزنا فالحمد لله احنا ماشيين كويس مباراة الزمالك مباراة مهمة ولكن نتمنى ان المباراة تعدي بسلام تعرفين حضراتكم المباراة المباراة كانت السنة اللي فاتت حصل فيها بعض الأمور وتحسبت انسحاب لصالح النادي الأهل نتمنى نتمنى ان المباراة تعدي بسلام خاصة واحنا بنقوله خاصة ان المباراة بدون جمهور النادي الأهلي كان عنده مباراته في الدور الأول التزم بالتعليمات وشفنا المطشك نازعناها على شكل قناة نادي الأهلي وشفنا المدرجات خالية من الجماهير بس اللي مصرح لهم بالدخول وبدليل كلامنا بدليل كلين ان لم يحدث شكوى من نادي الزمالك نهائي في وجود جماهير ولم يحدث شكوى من المراقب المباراة ولم يحدث شكوى من الحكام الدنيا كانت جميلة وعدت فيه سلام الحمد لله نتمنى بكرة المباراة عدي في سلام زي مباراتنا اللي كانت عندنا في الدور الأول عشان اللي حصل السنة اللي فاتت ما حصلش تاني نتمنى ما نشوفش جمهور غير المصرح ليه حضوره يعني تبعا للايحة اتحاد السلة بدون جمهور نتمنى نشوف الإجراءات الاحترازية عشان طبعا انتعارفين الدنيا ماشية ازاي نتمنى الموضوع يمشي في الأول في الأخ الرياضة نتمنى الموضوع يمشي طبعا اكيد بنتمنى فوز فرقاتنا ان شاء الله وحب افكركم ببعض الأمور احنا في آخر موسمين احنا لعبنا الزمالك 11 مره فاز النادي الاهلي 9 لقاءات منهم والنادي الاهلي خسر لقائين لم يكونوا مهمين في كانوا تحصيل حاصل يعني التسع مباريات اللي احنا فوزنا بهم كان مباريات على ابطلات او مباريات على قبل انهائي او دور التمانية واتفر كانوا على ايه كانوا مباريات مهمة المباريتين اللي خسرناهم كانوا تحصيل حاصل اذا التفوق الفني واضح 9 ل 2 من 11 مباراة اذا التفوق الفني واضح طيب بكرة عندنا غيابات للأسف عندنا غيابات عندنا عمر طريق بكرة ان شاء الله مش هيلعب عنده شد في الخلفية وده اللي عجبني في الجهاز الفني الحقيقة والجهاز الطبي ان اللعيب عنده مشكلة ريح حتى لو مشكلة بسيطة مفيش اي مبر ان انا اخاطر بالعيب مهمة عندي اللعب ومباراة مبرقمة ومهمة جدا ولكن الاسكواد او البنش يعني مهم جدا ان انا حافظ على اللعيبة اه هقدر استواب في ظل ان احمد اسماعيل تقلق المباراة اللي فاتت في ظل عودة سيف سامير يعني ان شاء الله غياب عمر طريق طبعا مؤثر ولكن الجهاز الفني كله يستطيع ان هو يوفركم او يتغلب على الغياب ده طيب انا مبرح كليا الشرف ان انا حضرت جزء من تمرين الفريق فريق كرة طائرة وفريق الكرة السل انا من وقت الالتاني بحب اروح اتفرج عشان ابقى قريب من الفرقة مش بس احنا عاديم في الستوديو نبقى بعيدة عن فرقنا لا احنا بنروح انا بنفسي روحت مبرح اتفرجت على جزء من الطائرة وجزء من البسكت في الطائرة هقولكم اخبار الطائرة البسكت انا شوفت مبارح هاب امين بيتمرن رابط شاش على رأسه عشان الغرز وبيتمرن شوفت مبارح عمر طريق مش موجود ما اتمرنش التامين امبارح بملاسبة كانت من ثمانية لتسعة عشان مباراة مصر الكرة القادر خاصة ان هما كانوا طالعين مباراة قوية جدا التأمين فكان محتاج على قل يبقى الحمل التدريبي عالي هو يمكن مالهاش علاقة اوه بمطش مصر ولكن مستر اجوستي كان عايز يقل الحمل شوي عشان مباراة قبليهم مباراة قوية جدا والفرق ما بين المبارايتين مباراة الزمالك مباراة مصر التأمين فرق قليل مفيش راح فما كانش عايز التامين يبقى عالي فكان من ثمانية لتسعة حاجة تانية شوفت تقلق يعني الحمد لله مجموع من لعبين شوفت تومسون متقلق الحمد لله في التامين شوفت عمر زهران الحمد لله كويس شوفت عبدالله ناصر في حالة نفسية ومعنوية جيدة شوفت احمد مهيب بيتمرن مع الفرقة يعني الفرقة شكلها حلو الروح كويسة اللي عجبني في الفريق الالتزام انا بقول لكم بلقلكوا الصورة بكل امانة احنا نبض الفرقة الرياضية في النادي الالف ابلقلكم الصورة بكل امانة عجبني الالتزام الفرقة تمانية اللي ربع كلها بالملعب حتى اللي بياخد جلسات علاق طبيعي بيكون في الملعب بيوم ربط وجاهز وكل حاجة ومستني انطلاق التدريب يعني اذا الانضباط الالتزام الروح مفيش حس ترمي الابرة تسمع رانيتها فالحمد الله يعني الامور دي امور ايجابية جدا يبقى ان شاء الله توفيق ربنا سبحانه وتعالى لسه المشوار طويل هنلعب مبارايتين او تلاتة جايين الدورة هيوقف عشان بطولة العالم للاندية هنوقف حوالي وبعد كده الويندوز بتاعت تصفيات او تصفيات كاس العالم هيبقى عندنا توقف 40 يوم او 45 يوم فرصة لعلاج المصابين فرصة الاستعداد جيد مذاكرة السيستم تاني المستر اجوستي يعني هيبقى عندنا فرصة جيدة فيه لعيبة تم عارتهم مدعيبة جوم تاني انت دمعان شفته احمد اسماعيل شارك المبرأة الفاتت يوسف المعداوي في مركز اربعة تم عودته تاني لنادي الاهلي عشان يشارك مع الفرقة بشكل منتظم ويوسف المعداوي احد نشئين نادي الاهلي وطلع عارة بعد ما رجع من امريكا يحصل له قطع في الاكيلس وطلع طنطة عارة اقل من سنة رجع تاني وكانت صفقة تبادلية راح سيف صلاح لطنطة مرة اخرى ورجع لنا يوسف المعداوي كل التوفيق طبعا فاذا كل التركيز الفترة دي على المركز اللي ناقص عنده هو مركز اربعة في ظل غياب مروان سرحان وغياب ايضا احمد حمدي طيب انا سألت جابتنا احمد الجرح مبارح اخبار مروان سرحان ايه ممكن يلحق لادوار الاقصائية اللي بعد كده قال لي بالطبع ان شاء الله هي الحق لانه خلاص احنا عندنا اربعين يوم او خمس واربعين يوم لا ده هيكون نزل الملعب وتمرن وشبع تمرين زي ما بيقول فان شاء الله انه يرجع الاهم انه يرجع بحالته شفت انبارح الجهاز الطبي شفت الدكتور اكرم توفيق انبارح موجود مع الفرقة وبيربط اللعيبة وبتاع يعني انا كنت بنقل لكم الصورة لكم برضو في خبر كرة الطايرة برضو اخبار الفرقة ايه ومين بتمرن ومين بتمرنش والفرقة جاهزة ولا لا دي كان ايه مقدمة عن مباراة القمة بكرة لكرة السنة تمنى التوفيق طبعا لفرقتنا ان شاء الله خاصة ان احنا فيه تفوق ووضع خلال العامين الماضيين هنروح لسيدات السلة يمكن خلاص احنا خلصنا المباراة الدور الاول هينطلق الدور التاني انا برضو مبارح بالصدفة شفت بعض التامنين ليهم كان عدد قليل ما بيتمرنش كانت شفت جنة شفت بعض اللاعبات وكابتن عالية شفت بعض التدريبات الخاصة شفت التدريبات الخاصة للفريق وكان شفنا طبعا كابتن عالية بتاخد بعض اللاعبات على جنب بتديهم بعض يعني التامنين الخاصة خاصة ان عندنا المطشاط متوقفة شوية حوالي تلت أسابيع وفي خلال الفترة دي بيتم تأهيل المصابين زي ما قلت لحضراتكم وبيمرنوا تامنينات خاصة لمجموعة من اللاعبين استعدادا لانطلاق الموسي مرة تانية فرقتنا بعد ما خلصنا الجولة الأولى في الصدارة هي وهليوبلس وسبورتنج احنا تاتا في الصدارة كلنا خاصرين مطش واحد وكلنا كاسبين بعض يعني هليوبلس كسب سبورتنج سبورتنج كسب الاهلي الاهلي كسب هليوبلس كلنا كاسبين بعض 13 نقطة رصيد ولكن هم 6 مطشاط بخسارة في مطش واحد قدام سبورتنج ان شاء الله لدور الجاي يكون عندنا كل فوز خاصة ان هيبقى برضو مباراتنا اللي هناك مع سبورتنج فتبقى مبارات مش يعني كان عندنا غيابات في ملعبنا نادين السلعاء والثورية لما نروح هناك ان شاء الله ممكن تبقى ثورية موجودة سوري تبقى نادين ثورية لسه عليها شوية وقت هتبقى نادين موجودة المصابين الموجودين فممكن مطش سبورتنج هناك نقدر نعمل شغل كويس ان شاء الله كل التوفير لكابتال علي هاشم واللعبات